اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصفقة الخامس الابتدائي ودرس جديد من دروس الماث طبعا قبل ما ابدأ بانيكم بابداية العام الدراسي الجديد ويا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا وعليكم بازن الله نبدأ مع بعض النهاردة اول درس عندنا في برايماري فايف بيقول ايه ديسيمال تو تساوزان تبليسز طبعا احنا كنا اخدنا الديسيمال دي قبل كده في برايماري فور طبعا تقول انسيناها هنفتكرها مع بعض بالتفصيل طيب هنا احنا عايزين ايه من الدرس بتاعنا اولاد يعني بعد الكلام دول وبعد ما نخلص الليسون ده لازم نكون عارفنا ريد اندرائي ديسيمال نمبرز تو دا ساوزان بليسز ويكسبلين هاو طيب تعال كده مع بعض نشوف هنا ديسيمال نمبر اه لايك بالشكل اللي احنا شايفينه دا هو وان تاوزان تو هندرد سيفينتي سيكس اند فيفتي تو او ساعات نقول بوينت فيفتي تو الاتنين صح طيب الشكل اللي احنا شايفينه دا اسمه ايه حد فاكر اه الفورم دا اسمه يا اولاد طبعا اول ما قلت فورم سامعكو هتقوله ستاندرد فورم طيب شو كده اه مين دوان اه التيبل اللي قدامنا دا يا اولاد اسمه ايه بليس فاليو شارد فاليو ايه شارد طبعا بي فهمنا ايه بليس فاليو شارد هتلاقي هنا ظاهر عندنا البيريد لاني النمبر بتاعي بيبقى ديفايد انتو بيريد وانز تاوزان مليون مليارد بشكل دول هنا عارفين طبعا كل كل بريد فيها الوانز والتنز والهندردز الوانز والتنز والهندردز بتاعتها طبعا هنا هون ساوزان ايه تو هندردز سفينتي سكس بوينت او اند فايف وهنا تو ففتي تو آه ففتي تو ففتي تو هنا اولاد الفايف دي في البليس فاليو بتاع اسمه ايه تنف تنف دي غير عشان ناخد بالنا ونفرق غير التنز دي حاجة ودي ايه ودي حاجة تانية تنف ودي تنز تنز هنا هندردز في الشكل ده لو هنكتبها از اويرت فورم كنا نقول كده وان وان تاوزان هندرد سيفينتي سكس لحد هنا انا قريت ايه الجزء ده اولاد كندون عليه هول نمبر هول ايه نمبر طب الجزء ده او البارت ده ده دي سيمان طالما قبليتني البوينت يبقى لازم اقول اند لازم اقول ايه اند اه ففتي تو طب ففتي تو ايه بقى هل اقول ففتي تو تنز ولا ففتي تو هندردز عند اخر بليس فاليو يبقى هقول ايه ففتي تو ايه اولاد هندردز هنا عندنا في فورم تانية اسمها يونيت فورم يونيت فورم ديا كنا بنقول الفور بنقول النمبر از افورم از ايونيت ازاي يا مستر يعني كنا بنقول وان ساوزاندز ها تو هندردز تقبى لك هندردز هنا اس سيفن تنز سكس وانز هاي بايف تنز خبا لك تنز اللي هي تي اتش وتنز في فرق بين الاتنين ها تو هندردز طبعا هندردز اللي هي تي اتش غير هندردز دا اي دي حاجة ودي حاجة تانية طبس طيب تعالى كده معايا تشوف مع بعض دا دي سيمال نمبر الشكل بتاعه دا يا ولدي ستاندرد فورم طب حد يقدر يقراه طبعا يا مستر سهل احنا خلاص احنا في برايمري فايف يعني احنا ناش شاطرين وكبار هنقول يا مستر اول حاجة نعملها ان احنا ريد الهول نمبر او الهول بارت وهنا عندنا مين يا مستر الدي سيمال بارت سكست سري تاوزاند توني فور اند سيفن هندردز او ممكن اقول سكست سري ساوزاند توني فور بوينت سيفن زيرو بوينت سيفن اي هندردز اشوف مع بعض كده دا مين معنا البلايز فاليو شار تعال نكتب اللي احنا قلنا دا نيجي هنا سكست سري سكست سري ساوزاند توني فور ادي توني فور طبعا معنا كده ان الهندردز زيرو بوينت زيرو سيفن يبقى انا حطيت كل ديجت في البلايز فاليو بتاعه طيب از اوورد فور هنكتب هزاي مستر او زي ما ننتقناها سكست تري تاوزاند توني 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 هندردز يبقى هنا درت ان انا اكتب او اعبر عن النمر از اويرت فور طيب يوني توني توني طبعا سهلة جدا يا مستر يبقى نقول سكس سكس دي موجودة في انتين تاوزاند اه 3 هنقولها موجودة فين في الثاوزند. وهنا طبعا طبعا ما فيش حاجة فمش هنقولها. هنقول طبعا طبعا بيختلفوا ايه? عن بعض في الفاليو. طيب تعالك كده معايا نشوف مع بعض. هنا السؤال اللي هو بقى بيقابلنا كتير في الكتاب. وساعات بي نطلق بط شوية فيه. بيدينا ويقول لنا عايزين من ديجت دي نعمل. دعالك كده معايا. عادي لقادي عندي ان ديجت سهية يا ولاد. طيب هنا مديني هنا في الديسيمال يا ولاد. تنف و هاندرس. انا لما اجي اشتغل اشتغل الحد اللي هي الهاندرس. طيب انا عايز الجريتست. يبقى الجريتست هاجي من الجريت بليس فاليو. يبقى هابدأ منين من اكبر حاجة عندي فين? في البليس فاليو الشارت اللي هو مين يا ولاد الماليو. هاخد حط فيه الجريتست ديجت يبقى هنا ناين. خلاص اللي اكتبه اعمل كده كانسل علاشا ما اطلق بطش. هنا ايت. ها بعد كده في سيفن. بعد كده في سيكس. فايف. سري. فايف سري. فايف سري عندي هنا في عندي. لأ سوري هنا سوري سوري. اه احنا لازم ناخد بالنا. هو مديني كام كام ديجت. عشان اقدر ابدأ. لو انا بدأت من المليارد يبقى هنا النمبر بتاعي مش يبقى مصبوط. اه هنا وان تو سري فور فايف سيكس سيفن ايت ناين ناين يبقى مش المليار. ناين يبقى احنا مش نروح عند المليار ده خالص. يبقى سيفن اه سوري ايت. سيفن. بعد كده هنا في الهاندردز يبقى هنا سيكس. فايف سري تو وان زيرو. يبقى في الحالة دي انا وصلت يا ولاد الجريتست اكبر حاجة. طب هنا مفيش حاجة في الديسيمان مش مشكلة لانه هو طالب مني يا ولاد الجريتست. طالب مني ليه الجريتست. نيجي بقى هنا لسمولست. سمولست يبقى انا عايز النمبر بتاعي يبقى يعني بأصغر حاجة. طب هبدأ منين هاخد الجريتست نمبر اللي هو الناين ده اكبر حاجة ده. مش هحطه فين هبدأ بيه من هنا من الهاندردز. ناين. سيفن. طبعا هاندردز. ها تين سيفن. سوري سوري. ايت. مش عارف ليه دايما شايف الات على انها سيفن. يبقى دي ناين ايت هنا سيفن. سيكس. فايف. سري. تو. وان هكتب هنا اي وان? لأ هكتب زيرو بعد كده ايه? وان لان لو كتبت وان هنا مش هنفع هكتب زيرو ايه? هنا. يبقى هنا وان مليون. تونت سري تاوزن. سيف. فايف هندرد سكستي سيفن. ان ايتي نين تاوزن. بطس. زي جريتست. هو عبارة عن نين هندرد ايتي سيفن مليون. سكس هندرد ففتي سري تاوزن. تو هندرد تن. قرضو نفس السؤال. طبعا شاطرين بقى خلاص عرفنا الفكرة يا ريستر. هنيجي الاول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل ايه? كوان? two one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. يبقى انا اخري هنا هوا يا مسر. هبدأ من اين? من الهندرد مليون. ايه? ايه! نين. خلاص غطت الناين. طب من بعد كده? في بعد كده five. في عندي سري. يبقى سري. twice. قدي سري وهنا سري. سري وهنا سري. هنا عندي one. وان. لاني عندي هنا وان وهنا. وان. ربقى كونس هنا حاجة. وعندي بقى سري زير وان تو سري. سري زيروز. يبقى نين هاندرد ففتي سري مليون سري هاندرد اليفين تاوزن. طبعا مش هقول زير وبقى وانزر. كده خالص. طيب. ده كده احنا عملنا. طب تعال كده نعمل السمولست نمبر. تعال معايا. فين يا مستر? ناخد. هنحطه فين هنا عندي فيه. بعد كده فيه. سري سري. هكتب ايه? وان. هكتب هنا يا ولاد زيرو. ها زيرو. ها زيرو. لان هما سري زيرو وهنا ايه? وان. يبقى وان مليون. وان هندرد ثورتي سري. وان ففتي ناين هندرد. مع بعض هنا عندي نمبر في الستاندرد فورم. هو طبعا زي ما احنا شايفين ده عبارة عن ديسيمال نمبر يا مستر. ديسيمال نمبر لانه عندي بيتكون من حاكتين. الجزء ده عبارة عن الول. الول نمبر والجزء ده يا مستر عبارة عن الديسيمال نمبر. طيب هنا الديسيمال نمبر لو احنا لاحظنا هنا التنث هندرد. اصبح في عندنا بلايس جديد اسمه ايه? تاوزن. طب تعال كده تريد ديس نمبر. يبقى انشان نقرى النمبر ده اولاد. تو هندرد فورتي فايف تاوزن. تو هندرد ناينتي ثري. ان سري هندرد ففتي سكت تاوزن. طبعا تاوزن. غير ساوزن. دي غير دي. الفاليو هنا غير الفاليو هنا. طب شوف مع بعض كده. تعالوا كده نفهم يعني ايه? ديسيمال ده. ده واحد احنا تخيلنا السكوير اللي قدامنا ده عبارة عن هول نمبر. احنا هنا اولاد عملنا الهول نمبر ده قد ايه? عملناه او اه 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 ديفايد ات. تو تن بارس. one two three four five six seven eight nine ten. طب لو انا جيت خط دي عملتها كده شارينج او color. one وهنا كده ايه? two. يبقى معنى كده ايه? معنى كده ان two over ten as a fraction. ولو انا كتبتهي اولاد هذا دي سلمة. zero point two. طيب تعالوا كده ننتخيل مع بعض. التن بارس دي. احنا عملناها divided. تن بارس تاني. يعني تن. ادنها قسمناها تاني ايه? تن. اصبح عندنا ايه? الشكل ده بقى كام? hundred ten by ten. يبقى ايه? hundred. كل ده هندرد. طيب يبقى معنى كده لو انا عملت دي كده. one two three four five six seven eight nine ten. وناخد كمان دول كده. مع بعض. يبقى دي عبارة عن ايه? twenty بس هنا. طب لو انا حبيت اكتبها as a decimal. تبقى zero point twenty. نفس الكلام هنا لو انا عندي thousand. وهعمل. هعمل اللي دي كده colored. هتبقى بدل ما هي twenty. هتبقى ايه? two hundred. two hundred. two hundred over thousand. يبقى في الحالة دي يا مستر. الشكل ده. لاحظ حاجة ان ال two hundred over thousand دي كده عبارة عن two columns. sorry. عبارة عن two columns. ادي one two. نفس الكلام هنا one two. وهنا نفس الكلام one two. نستفد من كده يا ولاد. ناخد بالنا اني zero point two هو هو zero point twenty هو هو zero point two hundred. طب انا عرفها ازاي? تعال كده. لو احنا قلنا twenty twenty over hundred. خليها في السيمبلست فورم. zero هنا مع zero. يبقى two over ten. طب. two hundred over thousand. يبقى هنا double zero مع double zero. يبقى two over ten. اه يبقى هنا يا مستر. ودهيا. ودهيا كده. two over ten two over ten two over ten. يبقى نفهم من كده ان zero point two equal zero point twenty twenty zero point two hundred. ونفس الكلام لو انا قلت zero point two thousand. هي هي. write in decimal for twenty three hundred. يبقى هنا twenty three hundred. طبعا عشان تقدر تكتبها. اه يبقى معنا كده. هل في هنا اه هول نومبر? لا طبعا. هنا طبعا. احنا عارفين الهندرز يبقى افتر two digit. هما كده كده كم دهم يا ولاد? two digit يبقى zero point twenty three. طب ممكن واحد يقول لي انا ممكن اطلغبط يا مستر. هقول له برضو ممكن تعملها بطريقة سهلة. ممكن تكتبها الاول as a fraction. twenty three over hundred. طبعا. over hundred. يبقى الpoint after two digit. يبقى بالشكل ده. طبعا نشوف كده. two seven and two thousand. فبالك thousand. هنا البراتيج غير الاخير ايه is only. يبقى اول هنا seven. يبقى seven دي الهول نومبر. and a point. اول ما شوف كلمة and دي اولاد يبقى اعرف ان في ايه point? point two thousand. هنكتبها كده? لا طبعا. كده اسمها two ten. مال two thousand ازاي? الواحد يقول لي نعملها كده. اقول له لا برضو. دي اسمها two thousand. مش two thousand. th. انا بتكلم على دي. اتكتب ازاي يا مستر two thousand. معناها ان الpoint after three digits. يبقى هنا ten zero. الهاندرد zero. وهنا two. يبقى دي معناها seven point two thousand. او seven and two thousand. nine and twenty five thousand. برضو نفس الكلام يا اولاد. ادي nine. and دي معناها ايه? طبعا تقول لي point يا مستر point. twenty five. يبقى هنا zero. وهنا twenty five. لأني thousand. افتر. فرهي دي جوز. fourteen thousand. بصه هنا ساوزن دي. اس. وثويني. and the twenty five thousand th. بالك من دي ومن دي. تاوزن. الهل اس. يبقى 14,000. point twenty five thousand. يبقى هي zero. twenty five. بالشكل دي اولاد. يبقى 14,000. point zero. twenty five. طبعا هنا دي. يا مستر. thousand. th. thousand. اس. ناخد بقى النا. كويس. اوي من دي ومن دي. write in where the form. forty five point three. يبقى هقول ايه? ويرد يبقى كلها يا اولاد. عبارة عن حروب. forty five. ال point يعني and. three. اه ثري دي موجودة فين يا اولاد. three tenths. eight. ال point يبقى and. five. five ايه? five. thousand. طب ليه مستر ما قلتش five tenths. لان هنا ال tenths zero. ال hundredths zero. هنا مين يا اولاد. thousands. هنا بقى اخد بالك ده ال whole number. يبقى راعة عادي خالص. four thousand. four thousand. thirty. ال point يبقى and. اخد بالي and. seven. ten. 17. 17 دي ال whole number. يبقى هنا 17. and. one hundred. seven. one hundred seven. واسكت لا. one hundred seventy. thousands. بناخد بالنا جدا. وإحنا بنكتب in where the form. يبقى لازم كتابة بتاعتنا كلها. و as a letter. او as a word. join. سؤال جميل جدا. بديني هنا مجموعة من numbers. والنumbers دي انا هعمل لها join مع. الايه? برضو numbers. ولكن في format تانية اللي هي ال word for. تعال كده معي. هل أقدر أعمل على طول join؟ لا. لازم الأول أقرأ ولكن. هنا five thousand. اكتبها فيها كده. five thousand. يعني zero. zero point zero zero five. five hundred. five hundred. five hundred. عادية خالص. fifty thousand. يبقى zero point. وهيقول لي هعمل كده fifty. هقول له لا. كده fifty hundred. او بقولك fifty thousand. يبقى يا مستر. معنى كده ان هقول zero وهنا ايه? ليه يا مستر؟ لأن thousand after three digits. كلمة fifty thousand معناها ايه؟ لو انت حبيت تكتبها as a fraction يعني fifty over thousand. لو انت حبيت تكتبها تكتب بالشكل ده. five tenth. five tenth يعني zero point five. تعال كده نشوف مع بعض. zero point zero zero five. هيا مستر؟ سهلة جدا يبقى ادي الشرين دي معدي. five hundred. ادي five hundred. fifty thousand. fifty thousand. ده دي five hundred. مش fifty. اقول لك اهي ما هي دي. لو احنا عملنا بقى لانس كده وحطينا zero. يبقى fifty thousand. لأن فاكر لما قلنا ان zero point two. هي هي zero point twenty. هي هي zero point two hundred. هي هي. فيش اي مشكلة فيهم. يبقى لو انا حطيت zero هنا. يبقى zero point fifty. يبقى هيا دي يا مستر fifty thousand. طب zero point five. zero point five. وهنا zero point five. عمل نعيون فائف هنا. 500، هيا هي ينا يا افايف재 لس اعيدنا من شوية. zero point two. هي 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 0.200. united 0.5 هي buraya ül heart equal zero point five and. هي هي يا أولاد يا ترى لو جالي سؤال زي كده أتصرف فيه إزاي وأفكر فيه إزاي طبعا معناها إيه معناها أول ما أشوف يا أولاد يبقى معنا كده إيه إن أنا عندي وفي عنده هنا طب الثرتين ديان يا مستر هما يبقى معنا كده هنا يا مستر في الثنز زيرو يبقى الثيرو بوينت إيه يبقى الإجابة بتاعتي هي دي طيب ممكن برضه أفكر بها بشكل تاني لو أنا قلت يبقى هي هي هنا يبقى أفضل سري يبقى أفضل سري ديجيت يبقى وان تو السري مش موجودة يبقى سيرتين زيرو بوينت زيرو طب نشوف مع بعض تري هندرد تاوزند اخد بالك من السؤال ده لأن السؤال ده يبقى فيه نوع كده من الفخ أو اللخبطة أو إنه عايزه أكفى حاجة لازم تقرى كويس بقولك يعني مش كده عشان ما تطلق بطش اكتب كده سري هندرد تاوزند لأن إحنا قلنا مهما حطينا هنا زيرو يبقى مفهاش ايه مشكلة يبقى زيرو بوينت سري هي هي زيرو بوينت سري هي هي زيرو بوينت سري هندرد تاوزند طب تعال نشوف مع بعض اهي زيرو بوينت سري هندرد تاوزند يبقى هي دي ايقوعة يبقى لا مش مع hakkاني عايز ال ض struggles 30 زيرو اه دي دازنت. لا دي ايقوان. مش دازنت ايقوان. 0.3 دي ايقوان. يبقى هو ايه? 0.003. اللي ها دي. نقدر نقراها مع بعض. بنونا عليها ايه? 3000. ها هي دي الوحيدة. اللي ما نقدرش نقوم عليها 300000. بنونا عليها ايه? 3000. كوريكت انسر. 53.69. يا ترى الفايل ولا الناين ولا السري ولا السكس. طيب. تعال هو بيسألني على مين? على اللي موجود في التنف. طب من اللي موجود في التنف? تعال الجزء ده يا مستر. ده الهول نمبر. طب الهول نمبر يوجد فيها حاجة اسمها تنف? لا. في حاجة اسمها تنس. خلاص. اللي ايه اس دي. يبقى معنا كده يا مستر. الفايف والسري. مش معاي. يبقى الاجابة ياما السكس. ياما ياما الناين. ياما الايه سكس. طيب تعال كده هنا. الافتر بوينت على طول ده التنف. وبعد كده الايه? الهاندرد. اخدوا بالكم. احنا هنا كنام ايه? التنز والهاندرد ايه? النحية التانية نحية الايه? زي لفت. هنا يا ولاد التنف. ويه? الهاندرد ايه? زرايت. عشان ما حدش تلاقه بقى. يبقى هنا يا مستر ايه التنف ياما ياما السكس. زر الدجت ايه? زر نمبر. فورتي فايف بوينت ايتي تو. is in place of. الهيب تو يعني. تو موجودة في انهي place. هل موجودة في التنف? ولا الوانز? ولا الهاندردس? ولا التنز? تعال كده معايا. هل التو في انهي باريود? او في انهي بارت? هل في الجزء الديسيمال? ولا في الجزء الوال نمبر? في الديسيمال? يبقى معنا كده. لا هي تبقى وانز? ولا هي تبقى تنز? حاجة من طبعا هنا التنف دي اول حاجة افتر بوينت. بعد تبقى في مين? الهاندردس. زيبقى هنا يا ولاد ما موجودة فين في الهاندردس. طبعا نشوف مع بعض. 50 512 ملتبلاي 10. تعال كده معايا. نشوف النمبر بتاعنا ده. 12 بايتين. احنا عارفين يا مستر. لما كده نعمل بايتين. زيرو. بعد كده 1 باي 512. يبقى 512. طب تعال كده نكتب النمبر. عادي جدا. كأنه لسه ما عملناش ملتبلاي هاندرد. ادي 512. طب افتر ملتبلاي هاندرد. يبقى بقى. 512. ايه اللي لاحظت يا مستر؟ بالنسبة لل5. اه ال5 كانت قبل ما نعمل ملتبلاي 10 كانت 500. الفاليو بتاعتي كانت ايه 500. طب لما عملنا ملتبلاي 10. ايه اللي حصل ال5? became 5000. يبقى ايه اللي حصل لها? increase ولا decrease? increase يعني زادت ولا قلت? لا زادت يعني. يبقى هنا. ايه ال5. افتر ملت. 500. افتر ملتبلاي 10. بكام 5000. طيب وال100. ايه ال1 اللي هيكا في التن. ادي ال1. بكام 100. وال2. بكام 20. يبقى ايه اللي حصل لهم يا أولاد؟ يبقى. when multiply the number by 10. اللي بيحصل. the value of this number is a increase. يعني ايه? الفاليو بتاعتها بتزيد. بتكبر. طب تعالى كده another example. طب النمبر اللي قدامي ده يا مستر عبارة عن ايه? عبارة عن decimal number. اما اجي اقول multiply بقى ايه اللي هيحصل? تعالى الاول نكتب النمبر هنا. في الplace value chart. ادي 51.2. يعني عندي هنا 10. طيب. تعالى كده نعمل multiply 10. تعالى افكرك. 51.2. انا ممكن اكتبها ولاد 512 over 10. افراكشن. هعمل كده multiply 10. يبقى ايه اللي يحصل? 10. وهنا 10 simplify مع بعض اقول او 10 هنا divided 10 1. يبقى تطلع لي كام? 512. يبقى لما اكتبها هنا 2 وهنا 1. ايه اللي حصل? حتى decimal number يا مستر لما عملت له multiply 10. برضو ايه اللي حصل يا ولاد? increase. الفاليو بتاعته زادت. دي كانت 50. اه. became 500. هنا 1. هنا became 10. هنا 10. هنا ones. طبعا ال ones. طبعا انا ما احنا عارفين greater than mean 10. طيب. when multiply by 10. ايه اللي يحصل اولاد? ال number. ال value بتاعه. بتاع ال digits. بي اقصال الله. increase. طيب. by 10 طبعا. by 100. اني ايه. اني multiple of 10. لاحظي هنا. لما احنا عملنا. اكتب لك بس ال example اللي فعد ده. by 10. بقت 512. ايه اللي حصل ال point يا ولاد? ال point يا الله. move واحد بس. بقت قدام ال number هنا يعني كده ملهاش لازم. اه. حركة واحدة ليه يا ولاد عشان by 10. طب لو انا عملت ملتبلاي هندرد. اه تتوقعوا. ممكن تبقى move كم اه كم ستيب كده. اه هتبقى two steps. طب تعالى كده معي. لو حبينا نكتب دي كده يا مستر. as a fraction. over thousand thousand by 100. طبعا دول كده مع دول. اصبح ال number ازاي? over ten. over ten معناها ايه? معناها after one digit. ال point هتبقى after one digit اهو. point seven. اه يعني معناك كده ان ال point حركة كم حركة? one two. بقت هنا هون. طيب. تعالى كده نكتب النمبر بتاعنا كده. add 18. وهنا. طبعا هنا مفروض اكي عندنا thousands. مش موجودة بس انا كنا نعملها احنا ايه? one two seven. دي thousand. ودي الهندرد. طيب. تعالى لما عملنا ملتبلاي. بقت ال seven هنا. وهنا. two. one. eight. one. اللحظة ال one بقى the end. one can be ten. اصبح the thousand. equal the thousand. eight اصبحت eight hundred. حصل لها ايه? increase. one هنا في tenth. بقت ten. two في الهندرد. بقت two في ال ones. seven في thousand. بقى ايه? seven في ten. طبعا احنا خلينا عارفين هنا في. كل ما بنمشي في الاتجاه ده. كل ما بنمشي ناحية الايه? الحاجة الازغر. يعني. ten greater than the hundred. والهندرد. greater than a thousand and so. هنا. five hundred seven point six multiply hundred. طبعا واحد يقول لي يا مستر سهلا. طب تعالى كده الاول نكتب هنا ادي six. وادي هنا seven zero eight five. multiply hundred. يبقى نتحرك كم حركة يا اولاد. اه. two moves. يبقى one two. طب. two three يا مستر. طالما مش موجودة احط المكان هي اولاد zero. ايه. تبقى five seven zero seven six. ادي اول مو. ده السكند ايه? السكند مو. طب على كده نكتبها يبقى zero six seven zero five. يبقى fifty thousand seven hundred six. طب ايه اللي حصل يا اولاد? شايف الفايف? كانت five hundred. became ايه? became fifty thousand. يبقى حصل لها ايه? الفاليو بتاعتها increase. يبقى نعرف ان احنا هنا في المنطبلا يا اولاد. معنى كده ان انا بعمل multiply ten or hundred or thousand اللي هي المنطبلاس of ten. يبقى معنى كده الفاليو بتاعت النمبر بيحصل لها ايه? increase. طيب لو انا عملت ال inverse بقى inverse operation يعني العكس بدل ما عملت divide. يترى الفاليو بتاعت النمبر او بتاعت ال digits هتزيد? تعالى كده نشوف. fifty one point six. ادي fifty one point six. divided ten. divided ten. يعني كأني اولاد قلت fifty one five hundred over ten. multiply one over ten. معنى divided ten. معناها معناها multiply one over ten. طب فهمنا كده يا مسترجات منين multiply one over ten. تعالى اما فكرك زمان كنا بنقول ايه? ال divided. ادي كده fifty five hundred sixteen over ten. وكنا بنقول divided ten. كنا كيب. كيب يعني نخلي دي زي ما هي. احيه. بعد كده divided بنوا على ايه? change. نغيرها. تبقى multiply. وال ten هيك هنها ten over one. بنعملها flip. بنقلبها. تبقى one over ten. طب تعالى كده بقت عملية multiply عادية خاص. five hundred sixteen by one. يبقى five hundred sixteen. ten by ten يبقى كام يا مستر هندر. طيب. over hundred معنى ايه? ال point after two. دي زي يبقى five point sixteen. five point ايه? sixteen. طب تعالى كده. لو ان حبيت اكتبها ادي five. وادي هنا sixteen. اللي حصل يا اولاد. ال five كانت هنا fifty. قبل ما اعمل divided. طب after divided. fifty become five. اللي حصلها decrease. يبقى divided. inversal multiply. عكس المultiply. المultiply. بيحصل ايه لل value increase. but divided. بيحصل ايه لل value decrease. اه واحد قلت انا لاحظت حاجة كمان يا مستر. لحظت ايه? لحظت ان ال point هنا. بدل ما تتحرك ناحية. to the right. عملت move to the left. bravo. اهي فعلا عملت move move to the left. بقت ايه? five point sixteen. على الكتير نشوف example ten. nine point four. ادي nine. يبقى في ال one. four. طيب. divided ten. واحد يقول لي سهلة يا مستر. ال point هتتحرك. one move to the left. one move to the left. يبقى مستر. هتبقى بالشكل دول. zero point ninety four. طب دي نكتبها. هنا طبعا zero وهنا ما ينتيد. four. بالزبط كده. اللي حصل. دي كانت nine. بقت ايه? zero point nine. يعني اقل من ال one. اللي حصل لها لل value بتاعتها. حصل لها decrease. قلت. نفس الكلام. الفور هنا كانت في التنت. became ايه? في ال hundred. طيب. هنا لما نعمل divided hundred اولاد. divided hundred. بقت حركة حركة two moves. ادي وقت. ام حط مكانها ايه? zero. هيبقى تبقى zero point zero ninety four. بالشكل ده. يعني هنا nine point four. تبقى هنا zero. طبعا ال one's خلاص بقى zero. وهنا zero في التنت. وهنا في ال hundred. سنعمل ها بس كده. في ال hundred. هيبقى nine. ولكن في ال thousand. هيبقى هنا في four. ايه اللي حصل ال nine? لو انت تلاحظ مكانها. رجعت ادي ايه? ادي one two. يعني قلت. حصل لها ايه? decrease. وال four نفس الكلام حصل لها ايه? decrease. take attention. see you soon. وشال الميتة جيل. شوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.